مهدم وآيل للسقوط لا أبواب فيه ولا شبابيك فقط شناشيل خشبية قديمة متهالكة ومشبك حديدي صدئ يحل النظرين بأن ذلك المبنى كان ذات يوم موئلا للكثيرين منهم وسكن لائقا بهم ومنارة للفن والأدب والثقافة العراقية فندق الهلال في منطقة الميدان بالربع الشمالي من شارع الرشيد ببغداد ذلك المبنى الذي يحكي جزءا من تاريخ بغداد وثقافتها أصبح هذا المكان مقهى بعد أن غنت به سيدة ومكلثوم في عام 1932 ولكن هناك مع الأسف سوء إدارة بالنسبة للوزارة الثقافة العراقية ما اعتنت بهذه المناطق البغدادية الأصيلة القديمة في عراق الاحتلال والفساد والميليشيات لا مكان الاحترام التراثي أو الحفاظ على الموروث الثقافي فالفاسدون لا يلقون بالا لذلك وإنما تتركز جهودهم على نهب مقدرات الوطن بينما الميليشياويون يسعون فقط إلى مزيد من بسط نفوذهم تنفيذا لأهداف داعميهم في الخارج مشكلتنا لا نهتم بماضينا ومع العلم ماضينا هسا أحسن من حاضرنا حاضرنا نحن ما عندنا حاضر ماضينا كان كلش حلو اتهالك عتبنا على وزارة السياحة عتبنا على أمانة بغداد عتبنا على المسؤولين نبزهم اتم هذه الأموال هذه البناية خصوصوها أموال خصوصوها أموال لأنه تاريخنا هنا فندق الهلال الذي شهد حفلات غنائية لأم كالثوم وندوات شارية للشعراء جميل صدقي الزهاوي ومعروف الرصافي يشكل آن إهمالا حكوميا متعمدا يكاد يجهز على ما تبقى منه في ظل مطالبات شعبية من أجل ترميم المبنى الذي بدى وكأنه يرمز بتهالكه لأحوال العراق كله في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة